في واحدة من أقصى الضربات التي تعرض لها منذ بدء الحجوم البري على قطاع غزة أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ثمانية من عسكريه معظمهم من الضباط في كمينة وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسميا أن الجنود والضباط الذين قتلوا كانوا من الكتيبة 13 في لواء غولاني وأجاء على رأس قائمة القتلى قائد الكتيب المقدم تومار كرينبرغ وقالت الهئة الجنود والضباط اقتحموا أحد المباني لتفتيشه أثناء عملية المسح الميداني في حي شجاعية شرق مدينة غزة وما أن أصبحوا بداخله حتى فتح مقاتلون فلسطينيون النار عليهم وأفجروا أيضا عبوة ناسفة واندلع قتال عنيف بين الطرفين وهرعت قوة أخرى إلى المكان للمساعدة والإنقاذة وأفجر حينها الفلسطينيون عبوة أخرى مما أدى إلى سقوط قتلى وجرح بين جنود الجيش الإسرائيلي ولاحقا فجر المقاتلون الفلسطينيون عبوة ثالثة بالقوة الإسرائيلية وعلى إثر ذلك استنجت الجنود الذين ظلوا على قيد الحياة بالدعم الجوي فعملت المروحيات على نقل المصابين وأجوثة القتلى من المكان ويحقق الجيش الإسرائيلي فيما إذا كان الهجوم على صلة بوجود نفق في المبنى استعمله الفلسطينيون في الكمين والغريب في الإعلان الإسرائيلي أنه جاء في شمال قطع غزة وليس في جنوبه حيث قال الجيش قبل أيام عن عملياته هناك على وشك الانتهاء ومع مقتل العسكريين الثمانية ترتفع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 442 جنديا منذ بداية الحرب في السابع من تشرين أول بينهم 113 جنديا منذ بدء الهجوم البري في آواخر أكتوبر ترجمة نانسي قبل ترجمة نانسي قبل ترجمة نانسي قبل ترجمة نانسي قبل